وعلى ذكر الحقيقة اسم الكابتن طارق يحيا أنا عايز أوضح بس حاجة تغيرها هنا لأنه جالي بعض الرسائل بتسألني أو بتسأل بشكل عام يعني ليه كابتن طارق يحيا ما بيطلعش في الاستوديو التحليلي بتاع هنا نايل سبورت يعني عشان برضو ربما وصل لإدارة الزمالك أمر مش حقيقي أنا بس بشرح النقطة دي ببساطة شديدة جدا وإحنا كان عندنا هنا استوديو وكان الكابتن الكبار طارق يحيا وبحاميد بسيوني كان هما الضيوف الرئيسيين بتوع هذه الفقرة التحليلي وأنا كنت المزيع ففجأت وأنا قاعد كده وبنستعد أن هما هيعودوا يميني ويشمالي هنا أنه جالهم تليفون بأنه هما ما يطلعوش الستوديو على الهواء المباشرة جالهم تليفون من السيد المحترم رئيس نادي أزة مالك ربما إحنا كنا قلنا رأي ما في نادي زمالك أنا مش فاكرا حتى المناسبة كانت إيه يعني لكن بما إن إحنا قلنا حاجة ليست في اتجاه نادي الزمالك فكان القرار بأنهما ما يطلعوش فطبعاً ده تسبب لنا في ارتباك شديد لأنه ما ينفعش قبل الهواء بخمس دقايق الناس اللي عندك أسلحتك اللي أنت متعقد معها في ثانية بتمشي يعني فطبعاً كانت النتيجة إن كان من الصعب الحقيقة إنه يظهر مرة تانية كابتن طارق وده من اعتز به جداً جداً وكابتن كبير ومحلل عظيم كابتن محميد مسيول نحية برضو من الناس اللي كنا من اعتز بيهم جداً ومازلنا طبعاً ومازلنا اللي اتنين يعني لكن أنا بقول هذا الكلام ليه لأنه من الصعب إنه مثلا كابتن طارق إحيا دلوقتي بيشتغل في قناة نادي الزمالك فمن الصعب جداً هو يتواجد في قناة نادي الزمالك ويتواجد هنا في النايل سبورت أعتقد دي معادلة سهلة ما هي الصعبة يعني موضوع سهل من الصعب يعني يعني مسألة إنه متواجد في نادي الزمالك في قناة نادي الزمالك محترمة ويتواجد هنا في نفس الزمن يعني الأيام دي مسألة صعبة جداً هذا أمر الأمر الآخر بما أنه مرتبط مع قناة نادي الزمالك ده معناها إنه لو حصل إحنا قلنا أي رأي في فريق الكورة في جروس في كذا في كذا في كذا ممكن في ثانية ما يبقاش موجود معانا لخلاف وجهة النظر بنحترم جداً لكابتن طارق طبعاً جداً جداً وطبعاً الكابتن أم حمد ماتسوني كابتن مصر جداً لكن هو الأمر في النهاية تحت مسمى الأجانب يسموه conflict of interest تضارب مصالح هنا صعبة قوي يبقى موجود في قناة تمثل نادي كمان ما ينفعش محلل في قناة النادي الآلي يطلع في النايل سبورت ده بس الشرح لأنه ممكن يكون تنقلة وجهة نظر مش مظبوطة لإدارة الزمالك عشان كده أنا بشرح النقطة دي ترجمة نانسي قنقر